ندوة للبحث في استراتيجية الطاقة المستدامة للبنان أدارتها وزارة البيئة في حضور وزارة الطاقة وما أطلق من اقتراحات يبقى في الإطار النظري دون تحديد جدول مواعيد لإقرارها البنك المركزي ما فيه مصارع يعطيها لقطاع الطاقة ليون ما أخذنا بقطاع الطاقة ليون من سبتمبر سبتمبر 2021 لحد اليوم أبريل 2022 يعني 7 أو 8 شهر كل اللي أخذوا قطاع الطاقة بـ 8 شهر هو 100 مليون دولار فقط للمواطنين استراتيجيتهم أيضا في توفير الكهرباء الحلول عندهم محاربة الغلاء بالاستغناء المايكروويف وآلة الكوي وما تعرف بالساب وغيرها حذفت من قائمة 90% من اللبنانيين أما جهاز التكيف فلا يزال عرضه للبيع خجولة كل هذه الأدوات تستهلك طاقة باتت مفقودة لدى الأكثرية الصاحقة من الشعب يأتي الزبون قبل كل شيء بيقول لك قداش الفور تبعي في هذه القطعة إذا 2000 شمعة بيقول لك لا الاشتراك عندي 5 أمبير ما بيتحمل فلذلك الاتجاه حاليا أنه الزبون عم بيفتش على القطعة يلي بتصرف كهرباء أقل للدولة استراتيجيتها في إطلاق الوعود بطاقة بديلة وللشعب استراتيجيته في البحث عن الحلول وتطبيقها هي المسافة بين الحاكم والمحكوم تزداد في الابتعاد بينهما فإن أي خطة للإصلاح لم تقترب من التنفيذ بعد بين استراتيجية الدولة لتأمين الطاقة البديلة واستراتيجية المواطن لاستخدام الأدوات الكهربائية تشكل نمط جديد ساد البلاد عنوانه الاستغناء عما يستنفذ الطاقة واقتناء ما لا يحتاج كثيرا منها حسين خريس صوت بيروت انترناشنال اشتركوا في القناة